آية الله الشيخ باقر شريف القراشي يذكر لنا دعاء للإمام المهدي عليه السلام رجاء أن استمع رجاء أن استمعي أقبل أياديكم هذا الدعاء الإمام المهدي عليه السلام يدعو به لقضاء حوائجه تصور تخيل وهذا الدعاء يعتبر من الأدعية التي يدفع بها البلاء الله سبحانه وتعالى يدفع من خلاله جميع ما تكره نص العبارة كان الإمام المهدي عليه السلام يدعو بهذا الدعاء لقضاء حوائجه ومهامه رجاء فنردده سويا واجعل حاجتك الآن في قلبك كذلك أنت اجعل حاجتك الآن في قلبك حضريها وكذلك أمنيتك الآن حضريها ونحن جميعا إن شاء الله نحضر أمنياتنا وحوائجنا وأولها إن شاء الله أن يدفع الله عننا هذا البلاء والوباء وكذلك حفظ القوات الأمنية والقوات الطبية وبعد ذلك ندعو بما نحب إن شاء الله تعالى أتمنى أن نردده سويا دعاء الإمام المهدي عليه السلام لقضاء حوائجه ومهامه بسم الله الرحمن الرحيم أنت الله الذي لا إله إلا أنت مبدئ الخلق ومعيدهم وأنت الله الذي لا إله إلا أنت مدبر الأمور وباعث من في القبور وأنت الله الذي لا إله إلا أنت القابط الباصط وأنت الله الذي لا إله إلا أنت وارث الأرض ومن عليها أسألك بإسمك الذي إذا دعيت به أجابت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك بحق محمد وأهل بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصل على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حاجتي الساعة الساعة يا سيداه يا مولاه يا غياثاه أسألك بكل إسم سميته به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل خلاصنا من هذه الشدة يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين من أراد أن يتمتع بهذه الأدعية وأكثر ما عليه الله قراءة كتاب حياة الإمام المهدي عليه السلام لآية الله الشيخ باقر شريف القرشي في الجزء الأول الصفحة 46 فما فوق ترجمة نانسي قنقر